بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أعدت تفكر كتير في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 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 هذا الحديث في الحقيقة أنا أريته بإراية تانية أن يرحموا من في الأرض كل من في الأرض إحنا عيشنا الفترة الماضية في القرن الماضي كله ويمكن القرن اللي قبله كمان عيشنا في ظاهرة من أسوأ الظواهر اللي ممكن تكون ظهرة نتائجها دلوقتي اللي هي ظاهرة تشييء الإنسان إن الإنسان نفسه بقى شيء فما بالكم بالأشياء حولنا ما بقاش لها كرامة ولا لها معنى فمش معقولة أجي أقول لكم ارحم الأرض الخضرة محدش يقدر يفهم ده ولا أقدر أقول له ارحم شجرة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا زي نرحم الشجر لما شجرة حنت وأنت عشان فرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخير رسول الله عليه وسلم وقف اليوم وقف اليوم كرامة لشجرة لجزع شجرة بس مش لشجرة كمان وقف اليوم عشان يكلم جزع الشجرة طيب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج ليه ما كان ممكن في الشريعة الكلام ده يتحكي عن طريق الأمم السابقة لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه عارف أن الأمة دي لازم تقوم بمسئولية أساسية في الحفاظ على ماذا عن بيئة البشرية كلها أنتو مش خير أمة أخرجت للناس بس عشان أنتو بتعرفوا تكلموا بعض وبتعرفوا تكونوا سبب لهداية بعض ونصح بعض لكن أنتو في الحقيقة كنتم خير أمة أخرجت للناس عشان تحافظوا على بيئة الناس تحافظوا على حياة الناس وعشان كده كالرسول الله عليه وسلم لازم يكلم الجزع عشان نعرف كرامة كرامة الأخضر وإزاي أن ده ليه كرامة حتى وإن كان الخضار جزء من تاريخه ده جزع مقطوع لكن في نفس الوقت له كرامة لأنه جاء من أصل الحياة فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلم الجزع ولذلك قاله أنا ممكن أردك لبداية حياتك تاني وترجع أزرعك وتنبت مرة ثانية ولا تكون شريكي ولا تكون في صحبتي في الجنة فاختار أنه يكون في صحبته في الجنة طب يمكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصد بس النبات ألا ده كمان رد الكرامة للشاء ورد الكرامة كمان للناقة ورد الكرامة كمان لكل شيء بل علمنا صلى الله عليه وسلم إيه اللي يخلي من بركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفور الماء من يديه عشان يعلمنا أن الماء فيه بركة ولذلك ممكن كمان نسمي الماء المقدس لأنه ينزل من السماء بالحياة واجعلنا من الماء كل شيء حي موسيقى موسيقى